يعني زي مدتكو المسأل في أول الحلقة وطبعا في ناس كتير حتقولك هو أنت بتقولك ده للبي بي سي ودي في بريطانيا العظمى وكل حاجة في وقت الأزمات الناس لازم تبقى عارفة أن في أزمة وده أنا دايما بنادي فيه بالأول إحنا مش واضع عادي فالإنسان اللي عنده غضب وده من حقه أنك تبقى غضبان ست البيت اللي بترجع من السوبر ماركت غضبانة لكن هي لازم تبقى فاهمة أن هناك أزمة وأنه العالم كله في هذه الأزمة ويجب أن نتحمل حتى تنتهي وإن شاء الله تنتهي على خير والبلدية إن شاء الله تقدر تعبر هذا زي معبرت الكورونا في وقت الكورونا أنا فاكر وأنا كنت موجود الناس قالت لأ ومش حنقدر ومش حنعرف ومش عارف إيه طيب وبتقدين أول ما وقف طابور واحد قدام المستشفى قالوا مش عادرين نعالك والمصر لم تعاني لم تعاني لما من مستشفى ولم تعاني من دواء ولم تعاني من لقاح وعدت الكورونا زي الفل وبل بالعكس انت ديت فلوس دعم للناس في إيديها وراحوا قبضوها بالكروت بتاعة البنوك وخدت كل حاجة وكل حاجة مشت هي المسألة محتاجة شوية صبر وزي ما قلت لحضراتكم النهاردة الوضع اللي حصل ده يخليك تفهم إن انت محتاج صبر أكتر ترجمة نانسي قنقر